الخير مثل النور اليوم سنتحدث في مجموعة أخرى في هذه الحلقة تحدثنا عن مجموعة جلالة اليوم سنتحدث على فرقة لمشاهل ويكون فيها أزاء كذلك ويكون فيها مجموعة سنتحدث فيها على المجموعة ككل مرة سنتحدث على مجموعة مؤينة وما دفع كذلك سنتحدث على المجالات الفنية الأخرى إن شاء الله من حموة غير نعطي إلى غير ذلك إن شاء الله اليوم سنقول لكم هاد شيئا نقول شكرا الأستاذياء الكبير أستاذياء بل واستطماني على دعمه المتواصل وعلى نصحي الدائم وعلى أنه دائما فتح لي الباب دائما مسرعي باش نهضرنا وإياه ونتكلمه لأنه فعلا فنان يستحق منه كل تقدروا احترام بالنسبة للفنانين والباحثين والمهتمين الأصدقاء ديويك نقول لهم شكرا على التشجيع شكرا على أنكم دائما إلى جانبي وشكرا على أنكم ترشدوني وكقول لكم شكرا مزيد من التقدير والاحترام والحب مني إليكم تحياتي لكم جميعا فرقة المجاهب انطلقت مجموعة المجاهب ذات توجه الشبابي في بداية انتشارها من الحي المحمدي خصوصا من كاريان سونترال الذي يعتبر مهد الموسيقى المجموعة أو الطاهرة الغيوانية والتي دلت تنهال من البؤس والفقري ومن المعانات المحرومين والمهمشين إذن يمكن ظهرت النواة الأولى من جموعة فرقة المجاهب سنة 1869 في بلاساس ميتة روشنوار والذي كان حيا فرنسيا قبل الاستغلال حيث كان مولاي شريف رفقة بعض أبناء الحي متأثرين بالموسيقى الغربية في تلك الفترة ومجموعة أطلقوا عليها صوت اليوم لكن أحدهم من أصدقاء أصدقاء مولاي شريف وهو كذلك فرقة يسمى بولمان اقترح اسما جديدا من أعلم الاشريف وهو المشاهب وهي الكلمة المشتقة من الشهب والتي تعني أن نرجع مع الشيطان بمعنى الذين يسترقون السمع في لحلة القدر كما ورد في القرآن الكريم كما أنها تعني المشعل والتي كانت تضيء الكهوف مع بداية 1972 هنا مجموعة المشاهبة ستتأثر بالمجموعة الناس الغيوان والتي كانت هذه المجموعة الناس الغيوان في هذه الفترة تضر على التغييرات التي يرفعها المغرب الاقتصادية الجمعية لجميع المستويات هنا ظهرت يمكن أن نقول عن هموم أن تتحدث عن هموم الشعب الفقر عن الجهل وتأكس هذا التوجه فضلت المشاهبة التوجه نحو الشباب الحالم فأبدأت موسيقى عصرية مغايرة لتنهال من الواقع لكن أسلوبا جديد وغير مألوف في تلك الفترة مما جاء لها تنهال من الموسيقى مختلفة ومتعددة وحتى أنها عملت في هذه الفترة أن تلهب حماس الشباب المغربي في سنوات السبعينيات لهذا ستعرفوا هذا التغيير في نمط الموسيقى المجموعات عن طريق أنها لم تدخلت مجموعات المشاعب قبل في الجزء الثاني ستضعوا على تأثير المنظولين عندما هذه الآلة الجديدة لدخلها لا يشريف على المجموعات وكيف ستصبح عندها صدى هذه المجموعات من دخل هذه الآلة ستكون أزاء أخرى كما يقولون نشكر كل ما كان يسندنا من باحثين ومهتمين وكل من أجل خدمة الفن والثقافة ونشكر أستاذي الكبير أستاذ ابن الحثماني على دعمه المتواصل تحياتي لكم جميعا نتمنى أن هذه الحلقة تعجبكم يمكن أن أزاء أخرى إن شاء الله تحياتي لكم